ناقش اجتماع عقد برئاسة محافظة المهرة محمد علي ياثر سبل تنمية إرادات منفذ شحن الجمريكي وتقديم التسهيلات اللازمة للتجارة وأكد محافظة المهرة على أهمية منفذ شحن الجمريكي الذي يعد رافدا أساسيا لدعم الاقتصاد الوطني مشددا على ضرورة العمل على تعزيز وتنمية الإرادات وتطوير الأداف جمريكي شحن كما شدد محافظة المهرة أيضا على أهمية تقديم التسهيلات الجمريكية للتجار والتنسيق بين الجهات الأمنية والإدارات في المنفذ لضمان سير العمل بسلاسة وانتظام